بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي بكل مكان أهلاً ومرحباً بكم وحلقة جديدة من السيديو التحليلي والنهاردة إن شاء الله حتكون مباراة القمة بين الأهلي والزمالك النهاردة فعلاً قمة كروية جديدة بين أكبر ناديين في مصر النادي الأهلي ونادي الزمالك النهاردة عيد كروي في مصر زي ما احنا متعودين مصر كلها بتنتظر المباراة دي سواء لها أهمية على بطولة أو ملهاج أهمية يعني نتجتها ما تسويش حاج ولكن ماتش الأهلي والزمالك بطولة خاصة للجماهير وللعيبة ولكل الناس اللي تنتمي للناديين النهاردة القمة 122 مباراة بينتظرها الجماهير بمختلف انتماءاتها تجمع بين زي ما قلنا أكبر ناديين في مصر الأهلي والزمالك واللي هم بيتنفسوا لحد دلوقتي على قمة الجدول أو قمة الترتيب طالما بقى انها قمة وإحنا عارفين انها قمة وعرس كروي كبير في مصر احنا لازم نحتفي به ولازم نحتفل به مش نزود التعصب والفتن بين الجماهير وبين الناديين لأن اللي بيحصل على الساحة اليومين دول أمر غريب جدا أمر غريب جدا وحاجة بقى ايه قديمة قوي زي اللي كانت بتحصل زمان في الشوارع وإحنا بننعب في الشارع اللي أنا عايز أتكلم فيها نقطة واحدة حتة التحكيم التحكيم اللي بيتعمل عليه ضغط من المنافس ومش ضغط مش عادي ضغط في يوم وليلة أول ما تعرف ان الكابتن أمين عمر هو اللي هيحكم ضغط رهيب جدا جدا شفناه في يومين شفناه من مسؤولين في نادي الزمالك واحد يطلع يقولك احنا متحفزين على تعيين أمين عمر مش مفقين على قدارته للماتش طبعا ده نوع من الضغط يعني مش عايز أقولك بقى يعني يعني حاجة قديمة قوي 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 اتلغت من زمان دي ما حاش بيتكلم فيها عشان إيه عشان أمين عمر يعني لما ينزل الملعب ياخد باله من حتة دي شوية يبقى ما يجيش على فرقته ايه ده ايه الكلام ده عمره يعني بصوا آخر مرة حصلت يمكن كانت في السبعينات أو الستينات كلام اللي بيتقال دو لا ومسؤول كبير جدا في نادي الزمالك هو من عنده كده أمين عمر أهلاوي جبت منين الكلام ده سعدتك وقال لك بصت كمان الزيادة قال لك ازاي بيعينوا حكم أهلاوي لماتش زي دوت ماتش الأهلي والزمالي والكلام ده خلي بالكوا بيصدر منين من مسؤول كبير في نادي الزمالي وفي التوقيت ده وقبل ماتش مصر كلها والعالم العربي بينتظروها وبيتابعوها يعني هو حضرتك عايز تأثر على الحكم يعني ده حاجة يعني مش عايز أقول دي حركة بلدي قوي يا حسين ده معروف من زمان قوي الكلام ده يعني الكلام ده مفيش حد بقى معنا طالما لجنة التحكيم حاطت أمين عمر يبقى الراجل ده قد المسئولية يبقى مش هيتأثر بالكلام اللي بيحصل ده وإحنا حضراتكم بندعم التحكيم المصري وكلنا ورا الحكام المصريين وبنقولها على طول إنما أنت تطلع بإسلوب أو بآخر عمال تاجم في الحكم علشان يتأثر علشان يتردد في قراراته علشان يحسب لك إيه الكلام ده إيه الكلام ده إحنا النهاردة عندنا أمل كبير جدا إن أمين عمر يدي كل فريق حقه فاكرين الماتش الأولاني لما برضو كان فيه اعتراض على محمود البنة ولكن محمود البنة كان أدهه قدود ودهنا حقنا ده اللي إحنا عايزينه مش عايزينه أكتر من حقنا نلعب وحش نلعب حلو دي حاجة بتاعتنا إحنا بس عايزين حقنا بس إحنا عايزين العدل اللي إحنا بننادي به الأهلي من زمان كده الأهلي حتى لما طلب حكام أجانب كان صح ليه حضرتك لأنه شايف أن الأخطاء اللي ضد الأهلي الفترة اللي فادت كانت مؤسرة جدا مؤسرة مضيعة منك نقط كتير جدا وكمان كانت لصالح المنافس يعني إحنا ما بنحبش نتكلم على المنافس ولكن يعني قدام الناس كلها كان فيه أخطاء في مباريات المنافس لصالح المنافس مش بكلام يعني كلام كل خبراء التحكيم يعني الاغطاء في المباريات بتاعت النادي الأهلي ومباريات نادي الزمالك كلها في اتجاه واحد اللي هو لصالح المنافس يبقى إحنا قلنا إن الحكم الأجنبي هو الحل ممكن قال أخطاء ما تكونش متعمدة ممكن إحنا ما قلناش الأخطاء متعمدة ولكن فيه أخطاء أثرت علينا إحنا كنادي أهلي فيه نقاط كثيرة جدا إحنا خسرناها بسبب أخطاء التحكيم وبعدين خلي بالكم الأهلي الأهلي كمان لما طلب الحكام الأجانب قال إنه هو حيتحمل نفقات استخدام الحكام الأجانب وقبل الماتش بأسبوعين حيسدد قيمة التكاليف الحكام الأجانب طب هتقول لي حضرتك هو ليه الأهلي وفق إن يلعب النهاردة والنهاردة مفيش حكم أجناب طالما طلع بيان إن النادي الأهلي عايز يلعب حكام أجانب لأن النادي الأهلي بيعرف اللوايح والقوانين صح هي مش خناقة في اللوايح مش خناقة على القوانين هو بتقولك قبل أي مباراة بأسبوعين وده اللي عمله النادي الأهلي ولكن ما كانش فيه هناك وقت كافي قبل مباراة الزمالك عشان كده الموافقة كانت من النادي الأهلي بقدرتها بحكام مصريين وإحنا كنادي أهلي تحركنا بشكل قانوني فقط بس الغريبة بقى إن الضغوط اللي هي على أمين عمر من المنافس تعالوا أقول لكم أمين عمر مثلاً حكم كم ماتش لنادي الزمالك أمين عمر حكم 18 مباراة لنادي الزمالك نادي الزمالك فاز فيهم كم مباراة 15 مباراة وتعادل في 3 ومخسرش ولا ماتش يبقى المسؤول اللي بيتكلم ده جاب الكلام ده من إيه كابتن أمين عمر أضر للنادي الأهلي 13 مباراة نادي الأهلي حقق الفوص في 9 خسر مرتين وتعادل مرتين طب اللي يتكلم بقى بالإسلوب ده يبقى مسؤول النادي الأهلي ولا مسؤول نادي الزمالك اللي مخسرش مع الكابتن أمين عمر ولا مباراة بصوا اللي بيحصل ده وسيلة ضغط سبكوا منها أنا بس عايز أفهم جمهوري الأهلي أو الجمهور في مصر بصفة عامة اللي بيحصل من ضغوط على الكابتن أمين عمر من مسؤولين ومسؤولين كبار في نادي الزمالك ده ضغط فقط بس لإرباك الحكام لما أنت تنزل الملعب لا خلي بالك من نقطة دي دول قايلين عليك أنك أهلاوي بقى أنت عتلحفظ خلي بالك عشان ما تجيش على الزمالك لا الكلام ده الكلام ده طالما لجنة الحكام حطت ثقة في الكابتن أمين عمر هو قدل الثقة دي إن شاء الله إحنا بس بنطلب التوفيق للكابتن أمين عمر وبنطلب العادة شفنا ماتشات كتير جدا آخره في ماتش المحلة اللي إحنا آه ما كناش كويسين ولكن اتظلمنا وما خدناش حقنا وخسرنا وكان ممكن نكسب كابتن محمود البنة الماتش اللي فات أضر المباراة بعدالة بعدالة تامة سواء ماتش الزمالك اللي فات وماتش للأهلي والاتحاد اللي فات وفي المباراتين النادي الأهلي كسب ملناش دعوة حل ووحش بالعكس النادي الأهلي كان كويس كمان والنادي الأهلي سهل مأمولية الكابتن محمود البنة الماتش اللي فات ولكن الكابتن محمود البنة حكم من الحكام الممتزين ومالوش يعني ما تقدرش تقول انه ليه هوية هو هويته بس انا عايز اطلع بصورة كويسة لانا اهلاوي وانا زمالكاوي انا ابدل كل واحد حقه وده اللي احنا عايزينه كنادي اهلي انا لا عايزة كابتن لا تبقى اهلاوي ولا تبقى زمالكاوي انا عايزة اخد حقي وهيش حلو اخد حقي بس